الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا من سئة عملنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها ناستقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبسا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله جل في علاه ومع كتاب التوحيد الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لشيخنا وادخلنا مع جنات الفردوس برحمتك وأنت أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ثم بوب رحمه الله وقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لضغت قال فماذا صنعت قال قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حصيب قلت حدثنا بريدة بن الحصيب الحصيب ولا الحصيب الحصيب مشكل أنه قال لا رقية إلا من عين أو حما قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة نعم هذا حديث عظيم قد صردنا شرحه الأسبوع الماضي واليوم متكملة إن شاء الله لهذا الباب وهو الكلام على الرقى وشروط جواز الرقى وقلنا بأن نعم سلم قال في السبعين ألف قال الذين لا يسترقون ولا يكتبون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وبينا بأن الرقى تنقسم إلى رقى شرعية ورقى شركية والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى قال الذين سلم اعرضوا علي رقاكم فلا بأس بالرقى إن كانت يعني ما لم تكن شركا لذلك قال الحجر أجمع العلماء على جواز الرقية إذا اجتمع فيها شروط ثلاثة الشرط الأول أن تكون بكلام الله دل في علاء أو بأسماء الحسنة أو بصفاته الأولى الشرط الأول لصحة جواز الرقية أن تكون بكلام الله دل في علاء بالقرآن وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمته للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أو بأسماء الله الحسنة أو بصفاته الأولى هذا توسل بأسماء الله الحسنة كما قال رب الناس اللهم رب الناس أذهب البس إش في أن تشاف إلى شفاءك إلى شفاءك أشفاء لا يغادروا سقم الغرض المقصود بأن الأصل أو الشرط الأول هو أن تكون بكلام الله أو بصفة صفاته أو باسم من أسماء الله جل في علاء الثاني الشرط الثاني لجواز الرقي أن تكون بلسان العربي فلو كانت بغير اللسان العربي فلا تصح لأنها لو كانت بالعجمة أو بالفارسية يمكن أن يكون فيها بعض الكلمات التي تكون من الشرك ونحن لا نادري فلذلك قال العلماء لابد من الشرط الأكيد في هذا أن تكون باللسان العربي المبين حتى لا يستعجم حرف فيكون الأصل فيه نو ويمكن أن يكون من الشرك الشرط الثالث عدم الاعتقاد لا في الراقي ولا في الرقي عدم الاعتقاد لا في الراقي ولا في الراقي لأنه لو اعتقد في الراقي ما لقلبه له ولو ما لقلبه له فهذا نوع شرك وانتفاء لكمال التوكل على الله اللي لا لا في علاء وأيضا عدم الاعتقاد في الرقي الرقي لا تنفع على تضر الرقي باسم الأسماء الله بصفة من صفات الله لا تنفع على تضر الذي ينفع على تضر هو من هو الله اللي لا في علاء وذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مردت فهو فهو يشفين الشروط الثلاثة المهمة التي لابد أن تتوفر في الرقية لتجوز وإذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرقون أو قال لا يسترقون قلنا لا يرقون شازة لما لأنه قد ورد بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وجبريل فعل ذلك وكثير من العلماء قد قالوا بجواز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه وأيضا رقى غيره وأمر بالرقية عندما نظر المرأة قال إن بها السفعة فاسترقوا لها قال إن بها السفعة فاسترقوا له وأيضا جبريل عليه وسلم جاء فرقى نفسه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من كل عين اللامة الله ياشفيك الله ياشفيك الله ياشفيك وأيضا أقرر نفسه عن الرقية كما قلنا وأمر بالرقية لذلك نفسه إذا دخل على مريض كان يأخذ بريقي هكذا ويضربه التراب ثم يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا يشفى مريضنا بإذن ربنا فهو يأخذ بإصبعي هكذا على التراب ثم يضع على موضع الألم ثم يدعو بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا وكان يرقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب الناس أذهب البس اشفي أن تشافي إلى شفاء إلى شفاءك شفاء لا يغادر سقما وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعاوزات وينفذ بها هكذا ويمسح بها كل جسدي بأبي هو وأمي ولما اشتد المرض عليه فكانت عائشة رضي الله عنه تفعل ذلك لكنها كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيها المعاوزات وتنفس وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم ترجو بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا من باب الرقية التي حدثت بالطريقة العملية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأيضا طرق الرقية ممكن بالقراءة على الماء وشرب الماء أو ارتسال به وهذا لم يارد به الأثر تصريحا لكن ورد بعض الأثر التي تثبت استخدام الماء مع القراءة لأنه قد ورد في التبراني مثلا صحيحا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا مصليا ولا غيره إلا لدغته ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون لا عبد ما تعبدون ويقرأ المعوذات فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لدغته عقرب ولما لدغته العقرب جاء فقال لعنة الله على العقرب لما لنا لا تترك أحدا لأن كما قلنا العقرب غير غير الحية العقرب فإنها تلدق أي أحد أما الحية من هاجمها هاجمته فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على العقرب وهذه فيها دلالة على جواز لعن الإش لعن المؤذي لعن المضر المضر ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فواسق خمس يقتلن في الحل والحرم أو قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ذكر الغرب والحدأ والعقرب وأيضا الكلب والحية والكلب العقور فهنا نفسه قال لعنة الله على العقرب لا تدع نبيا ولا غيره إلا لدغته ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويمسح يقرأ قل أعوذ برب الفلق ويقرأ قل أعوذ برب الناس ويقرأ قل يا أيها الكافرون ومن ذلك أيضا الرقية بالفاتحة كما في حديث أبي سعيد خضري رضي العنضاء لما نزلوا على قوم ولدغ سيدهم وأرادوا الضيافة فلم يضيفوهم فقالوا لأبي سعيد أو قالوا لهم فيكم راقي قال أبي سعيد أنا راقي ثم قال فقال والله لأرقي حتى تضربوا لي بسهم فضربوا لهم بسهم من الغنب ثم ذهب فرقى فقرأ الفاتحة سبع مرات فلما كأن رجل نشط من عقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتوه وقالوا يا رسول الله فعنا كذا وكذا فضربوا لنا بسهم فقال النبي سلم اضربوا لي معكم بسهم وما يدريك أنها أنها رقية وما يدريك أنها رقية وهذا من النبي سلم فيه إضاح على أن الرقية بفتحة أيضا يتصح ومن ذلك كما قلنا آيات القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارة بقوا للمسلم لا يرقون وهذه شاذة لا يسترقون ولا يكتون لا يسترقون ولا يكتون الكي هو العلاج بالنار الكي هو العلاج بالنار الأصل في ذلك أن العلاج بالنار لا يروح والعلاج بالنار فيه إيلام للإنسان لا سيامة وأن التعذيب بالنار أيضا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى نietiesUD عن التعذيب بالنار الحديث صريح أنه لما بعث سريع وقال إن ولدتم في الآن فأحرقوه بالنار ثم ردهم وقال لهم قلت لكم كذا وكذا قالوا نعم فقال لا لا تفعلوا لا يعذبوا بالنار إلا رب النار وهنا النبي السلام بالنسبة للكي صار مشكلا الكلام على الكي بين العلماء لأمر ما ألا وهو بأن الأحاديث التي وردت وردت أحاديث تنهى عن الكي وورد أحاديث تصرح بكرهية الكي وورد أحاديث بأنه السلام فعل ذلك أو فعل به ذلك وأقر وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعله لبعض الصحابة فقد أمر سلام بالكي لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضا لما أمر بضرب الخيم له وأمر بكيه وأيضا أمر أبين بأن يكتوي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاطمة قد حبست الدم بسبب ذلك يعني أو الدم في غزة أحد النبي سلم دخل الحديد المغفر في وجنة النبي سلم فأدماء بأبي وأمي والدم نزف ولم يتوقف حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضها وقد أحرقت عوادا ثم وضعت ذلك عند النبي سلم حتى توقف الدم وكما قلنا هو أمر بالكي ونهى عنه قال علاج أمتي في ثلاث شرطة محجم شربة عسل والكي وأكره الكي قال تصرح عنه أكره الكي فأشكل على الإنسان العمل بالكي لا سيامة أمي سلم قال ولا يكتون هؤلاء سبعون ألف والكي علاج فالعلماء هنا قالوا لا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت فاطمة ذلك ولم يأمرها هي فعلة فاجأت النبي سلم فأقرها لأنها على الجواز وأيضا لما أمر النبي سلم سعد المعاذ وأمر أبيا بالكي كان المسألة كانت المسألة على الجواز والنهي الذي ورد ورد بالكراهة لأن الفعل صرف النهي من التحريم إلى الكراهة بل وإقرار النبي سلم هو الذي أمر أبيا بذلك فإقرار النبي سلم صرف النهي النهي عن الكي إلى من التحريم إلى الكراهة وقد صرح النبي سلم وقال وأكره الكي طبعا ولا أكره الكي ليست المسألة على الكراهة الأصولية أكره هذا على التحريم لكنها صرفت إيش صرفت بفعل النبي سلم فعل فاطمة وأقرها النبي سلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم طب لما الكي الذي إذا فعله الإنسان يقل لتوكل يعني لا يكون ممن يعني كمل وتوكله يقل للتوكل قلنا لأن هذا دواء فيه تعذيب بالنار ومعنى أنه يحتمل هذا التعذيب هذه فيها إشارة إلى أن قلبه قد مال إلى ذلك لأن هذا فيه تعذيب له هذا تعذيب بالنار والكي فيه ما فيه من الإلام فمعنى أنه يتحمل الإلام ويقول لا إلا الكي هذه دلالة عن القلب قد مال له والدلالة على ذلك أن الكي بذاته ينافي كمل التوكل بأن عمران بن حسين رضي الله عنه قال كنت أمشي في سكك المدينة فتسلم علي الملائكة فاكتويت فلما اكتويت امتنعت يعني امتنعت من السلام لأنه لما اكتوى كمال التوكل الذي كان في قلبه قل فامتنعت الملائكة قال فلما امتنعت عن الكي رجعت تسلم علي الملائكة قال رجعت تسلم علي الملائكة إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون على أساس أن الكي وأصل الكي فيه ما فيه من منافاه لكمال التوكل مع أن الكي كما قلنا هو إيش علاج علاج لذلك يطرح السؤال هنا هل العلاج منافي أو الأخذ بالسبب في العلاج والتداوي منافي للتوكل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبعين ألف يدخلون بكمال التوكل الذي هم فيه هل هذا يكون كذلك الحق بأن العلاج أولا أنه سلم أمر به قال تداو عباد الله ولا تداو بحرام لكن اختلف الفقهاء في ذلك على قولين فقال الأئمة السلاسة التداوي لا ينافي التوكل التداوي لا ينافي التوكل إلا في حالة وحدة يا ترى ما هي الحالة إلا إذا مال القلب إلا إذا مال القلب أو تعلق القلب إما للعلاج وإما للمعالج لو تعلق بذلك ينافي كمال التوكل لا سيما أنه بذاته لا ينافي كمال التوكل أنه سلم تداوى تطبب النبي السلم وعمر بالطب بل وأنكر على من يتطبب غير طب قاله سلم من تطبب غير طب فهو أيه؟ فهو ضامن فهو ضامن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وقال تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام القول الثاني هو قول الأحناف قالوا التداوي ينافي التوكل قالوا التداوي ينافي كمال التوكل والأولى والأحرى بالمؤمن أن يكمل توكله فلا يتداوى طبع عندهم الأدلة التي يستدلون بها على ذلك أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أنه لما كان مريضا ودخل عليه ودائه الصحابة فقالوا له نأتي لك بالطبيب قال الطبيب قد رأاني وقال إني فعال لما أريد لا سيأمنهم يقولون بكمال اليقين في الله دل في علاه إبراهيم عليه السلام قال وإذا مردت فهو شفين والحق في هذا الباب بأن أصل التداوي لا ينافي كمال التوكل أصل التداوي لا ينافي كمال التوكل فإن قالوا ماذا تقولون بالكي قلنا الكي فيه إلام واحتماله يدل على ميل القلب بذاته فيه ميل ميل القلب في هذا الباب بأيذن التداوي أصلة بأنه لا ينافي كمال التوكل فإن أمر به وهيأ الناس له قال ألم سلم علاج أمتي دواء أمتي في ثلاث شرطة محجم وإيش وشربة عسل ولما جاء الرجل ألم سلم يشتكي بطن أخيه فقال أخوه يشتكي من بطنه فقال له اسقي عسلا فسقاه عسلا فقال اشتد الأمر عليه فقال اسقي عسلا وفي الثالثة قال اسقي عسلا كذبت بطن أخيك أو قال صدق الله وكذبت بطن أخيك ثم شفية بعد ذلك فأمر به أنه سلم وأنه سلم أيضا قال الكامعة من العين ها الكامعة من من أو ماءها وماءها شفاء للعين وماءها شفاء للعين هذا علاج يقول الآن في هذا الباب وقال الحبة السوداء شفاء من كل من كل ده إلا إلا الهرم يعني إلا السام أو إلا الموت الغرض المقصود إذا التداوي لا ينافق مال التوكل التداوي لا ينافق مال التوكل والمنافا هنا إذا مال القلب إما للعلاج وإما وإما للمعالج فهذا الذي يدل على منافاة قال وَلَا يَكْتَوْوْنُوا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ أصل التطير من الطير من الطير أصله من الطير وهذا كان في عادات الجاهلية أنهم يسيبون الطير فينظرون إذا جاء يمينا تيمنوا بذلك وكادة البركة إذا جاء شمالا تشأموا بذلك فلهم ما لهم من الاعتقادات الشركية الخرافية في هذا الباب فمنهم من يتشأموا طبعا في أهل الإسلام الآن درجوا على ذلك بعد غياب نقاء التوحيد التام الكامل فمنهم من يتشأم بالغراب منهم من يتشأم بالبوم منهم من يتشأم بالأيام يوم الأربعاء يقولون يوم النحس منهم من يتشأم بالشهر كشهر شوال أو غير شهر شوال لذلك نستمت زوج عايشة في شوال المهم من الغرض مقصود أنهم كانوا يتشاؤمون بأشياء كثيرة يتشاؤمون بأشياء كثيرة هذا التشاؤم فيه أمور أولا أنه فيه خلل في الاعتقاد لأن التشاؤم لا ينفع على در والتشاؤم لا يملك شيئا الغراب لو نظرت على الغراب الغراب يملك أن ينفعك أو يدرك أبدا ولو نظرت إلى عجوز وقلت العجوز هذه ما رأيناها إلا حدث هي تملك لك شيئا ما أحد يملك لك شيئا هذا معناه كأنه ينظر فيظن أن هناك من يحرك الكون غير الله رجل فعله أو مع الله رجل فعله أو الله وكل له ذلك أكى الذين يعتقدون الاعتقادات الشركية بأن عيسى عليه السلام يعني يتحكم في الكون أو أن علي بن أبي طالب كذلك أو الذين يعتقدون في الأولياء الذين يقولون بأن الله رأى منح الولية قوة يحيي الجانين في بطن في بطن أمي هذه المصيبة الكبرتي يعني نجدها في كثير من اعتقادات الشركية في هذا الباب فالتطير أصالة سوء ظن بالله رفعه سوء ظن بالله الأمر الثاني بأنه كما قلنا وضع الشيء في غير محله يعني التطير اللي ينفع ولا يدر والنافع الضار هو الله رفعه والأمر الثالث من التطير بأنه إما أن يكون شركاً أكبر وإما يكون وسيلة للشرك الشرك الأكبر نوأ أعتقد أن محرك في الكون غير الله رفعه خد وقع في الشرك الأكبر فإذا اعتقده سبباً فقد اعتقد السبباً لم يشرعه الله سبباً لذلك قال الطيرة الشرك الطيرة الشرك وقال للمسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له قال ليس منا ليس على هدينا ولذلك قال للمسلم لا يتطيرون وأصل الطيرة ما أمضاك أو ردك يعني ممكن يختلج في النفس ما يختلج لكن لا يحسب على المرء أصالة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز دومته عما حدث أنفسها ما لم تعمل أو أو تتكلم فما كان من خلجات النفس وما من من أحد الإله وتأتي خلجات النفس لكن الطيرة ما أمضاك أو أو ردك كما قال النبي السلام ولذلك النبي السلام قال من رأى ذلك من جاءه الطيرة يعني لو كان يريد شيئاً فجاءته الطيرة فلابد أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا تبخير إيه غيرك ولا إله غيرك الغرض المقصود هذه فيها تمام وتذكير القلب بتوحيد الله التام بأن محرك الكون هو الله رأى فعلاه المقدم والمؤخر والله المعطي المانع والله النفع الدار هو الله جل فيه الطيرة كما قلنا فيها ما فيها من الشرك فيها ما فيها من منافات كمان التوكل لذلك قال النسلام الذي يدخل الجنة بسابقة بغير سابقة حساب ولا عذاب هو الذي اكتمل اكتمل التوكل في قلبي ولمان ويحصل ظن والأخير في الله اللي فعلاه بنفي الطيرة بنفي الطيرة لذلك قال كلها باطل إلا شاء وحيداً منها ما هو قال الطير شرك وقال وأصدقها إيه أصدقها الفأ فقال ومن الفأل يا رسول الله قال الكلمة الطيبة ولا يحسب أن أحد أن التفاؤل يكون بالكلمة فقط بل يكون بالكلمة ويكون بالكتابة ويكون بالاسم يعني ليس حصراً وقصراً على الكلمة هذا من باب التمثيل هذا من الكلمة من النبي السلام بالتمثيل يعني لو أنت رأي للتجارة وسنع ترجل قال يا رابح يا ناجح تستبشي الخير أو واحد ذهب للاختبار تراه يرى هو مكتوب مكتوب كلا موفق مسدد ويرى مكتوب يعني في لائحة أو لافتة موفق مسدد نارح رابح فهذا فأل الله تعالى يرسل لك رسائل يكون فيها الفأل لك والفأل مطلوب شرعاً منذوب محسوس عليه مأمور به بل مأمور به وإن ذكرت لما قلنا لأن الفأل فيه حسن ظن بالله والإنسان مأمور شرعاً أن يحسن الظن بالعباء ربي دالفعله في كل حين وآن وفي كل لحظات حياته ولذلك قال الله رعلا منكراً على من ظن سوءاً وظنين بالله ظن السوء عليهم دار السوء ولذلك يقول النجاة النجاة حسن الظن بالله حتى في الآخرة لقوله سلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله كيف لا يموتن إلا وهو يحسن الظن بالله هو الآن نحن نتكلم يعني كيف هو هيموت ومات وحسن الظن بالله هو الكلام ونعم أنه كما قال السلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالربي أن ترجي في الله رجل فعله أن يغلب جانب الرجاء كما كان دأب الصحابة لما دخل عبن عباس وقال أبشري أنت زوجة السلام في الدنيا والأخيرة أنت حبيبة النبي السلام أنت التي برأك الله من فوق السبع سماوات قالت إليك عني فإني إيش فإني أعلم نفسي منك فهذا يعني الحصن الظن بالله دل يفعله يعني مقابل للطيارة التي فيها سوء ظن بالله دل يفعله قال لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ثم كأنه قالوا ويدي معه ذلك على ربهم يتوكلون وهذا من باب نعم هذا عطف العام الخاص ذكر العام بعد الخاص كانوا قال وجمعية ذلك وجملة ذلك التوكل على الله قال وعلى ربهم يتوكلون فقال جمع ذلك الطير لا يتطيرون لا يكتوون لا لا يسترقون فإنهم كامل الإيمان في قلوبهم وكمل بكمال التوكل في قلوبهم وكمال التوكل التوكل على الله لا يفعله أصله وساقه وأسه وأساسه وركنه ركين حسن الظن بالله مع كمال اليقين والثقة في ربك وكما قال علمونا بتفسير التوكل بكلام وديس قال أن تصق بما في يد الله جل فعلا أعظم من ثقتك بما في يدك والله هذا هو الحق ولا يكون متوكلا على الله توكرا حقا إلا بذلك بأنه عظيم الثقة في الله جل فعلا عظيم الصدق في الله جل فعلا عظيم حسن الظن في الله لذلك كان يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبد فيه إن ظن بيه خيرا فله إن ظن بيه شرا فله وأيضا في الصحيف قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بيه شفتاه قال وأنا وأنا قال وأنا معه إن ذكرني وتحرك بيه قال وأنا عند ظن عبد فيه وأنا عند ظن عبد ورزاق في مصد أحمد يقول إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله فالغرض المقصود حسن الظن بله رفعلا هو قوام التوكل على الله جل في علا وأيضا التوكل على الله يعني لا بد أن ننظر فيه نظرة ممحصة نقول وأصل التوكل على الله جل في علا بنظرين بعينين بعين قدرين وعين شر وجهان مهمان في مسألة التوكل ولا يصل المرء في التوكل فيها بحال من أحوال ولا يصل بقلبي إلى توكل على الله جل في علا إلا بهذا ولن لابد له أن يكون قد اطلع الأبواب القدر اطلعا طيما تاما غير منقوص وعلم أن الله جل في علا قد فرغ من العباد وعلم أن الله ما قدره الله جل في علا سيكون وما لم يقدره الله جل في علا لا يمكن أن يكون وأن الله جل في علا لا يريد بالعبد إلا الخير هذه الأسباب والدواعي التي تقوي التوكل في قلب العبد المؤمن لأنه يعلم بأنه ما تتحرك ذرات الكون إلا بالله جل في علا وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزل إلا بقدر المعلوم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم الغرض المقصود لابد من هذا الاعتقاد والاعتقاد أيضا بأن الله جلال في علام إذا أراد شيئا قال له كن فيكون هذا الذي يساهل عليك تمام التوكل على الله جلال في علام وكما قلنا له عينان عين قدر وعين شر أما عين القدر فلابد من تصديق الله جلال في علام ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيل ولابد من إحسان الظن بالله جلال في علام وتمام الإحسان الظن بالله جلال في علام وأن الله لو ابتلك ما يريد أن يهلكك وأن الله يعني على ما منعك إلا لك وما أعطاك أيضا إلا لك كما قال أنه السلام والحديث وأن كان فيه بعض الكلام لكنه حديث صحيح في الباب يستدل به ويستأنس به في قول النبي السلام إن من عبادي قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفعه الغنى وما ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد لفسد حاله وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته إليه لفسد حاله هذا لفسد حاله فهذا الباب باب عظيم جدا في باب التوكل أنك تنظر بعين القدر لله جلال في علا والواجه الثاني أو العين الثاني وعين الشرع وعين الشرع هو أن أن تصل إلى ما تستطيعه من الأغذر بالأسباب أن تصل إلى ما تستطيعه من الأغذر بالأسباب لأنك لو قلت متوكلا ولم تأخذ بالسبب فأنت كاذب فأنت كاذب يمسي الله قال عقلها وتوكل ما في شيء اسم متوكل فقط عقلها ثم توكل عقلها وتوكل ولذلك أنت ترى أن يمسي الله استحث الأمة وانتهد واستنهض الهمم لأغذر الأغضر بالأسباب لذلك العلماء يقولون الذي يزعم التوكل من طرح الأسباب فهذا قطح في التشريع ومن طرح الاعتقاد في الله لا فعله حسن التوكل فهذا قطح في التوحيد وهذا قطح في التوحيد فالأصل ي laid something تجمع بين السبيلين وتجمع بين العينين العين الأولى حسن الصن والصدق بالله والعين الثانية هي الأغضب الأسباب ولك في ذلك السلف الصالح ولك في ذلك النبأ العظيم النبي الأمين يعلم يقينا أنه سيبلغ رسالة ربي لله فعلا تعلمون ذلك أم لا يعلم يقينا أنه سيبلغ رسالة ربي لله فعلا ومع ذلك فإننا مسلم لما هاجر هاجر ليلا ولما أراد السفر إلى المدينة تخذ خريتا متقنا يعلم الترك ليضلل الطالب مع أنه يعلم بأن الله سيعصمه من الطالب وقد جرب عندما خرج من البيت والشباب الستة كانوا يقفون على قتل النبي السلم على باب النبي السلم لقتل النبي السلم بالسيف وهو يأخذ التراب ويقول النبي السلم ودعلنا من بين أيديه مسدًا ومن خفيفهم مسدًا فأخشناهم فهم لا يبصرون والنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا في غزة بدر يعلم أن الله هذا الفعل سينصره لأن الله ما قدر له ذلك إلا لينصره أراد الله على التفريق بين أهل الإيمان وأهل الكفران وأهل العصيان ولذلك قال الله على فعله ولو تواعدتم لاختلفتم في المعات ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعول شو في الآن تنزل تقول قال الله على فعله وتريدون غير ذات الشوكة أن تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وهنا الله على يبين أنه يقدر ذلك يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم والله على يقول للنبي السلام لو أراكهم كثيرًا لفشلتم ولا تنزعتم في الأمر ولكن الله سلم كل هذه أسباب ظاهرة تثبت نصرة الله لو على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أنه سلم في أحلق اللحظات يأخذ بالسبب بكل حذفيري يقول للمهاجرين وأنصار أشيروا علي أيها الناس حتى يقوم ثلاثة من المهاجرين المقداد بن الأسعود أتكلم بكلام من ذهب كما قال ابن مسعود تمنيت أنه ما كان لي من شيء إلا بهذا القول الذي قاله المقداد عندما قال والله لا نقول لك منذ ما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هؤون قاعدون سأقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون فابتسم الله سلم وأحسن السناء ثم قام بكر يتكلم فأحسن له السناء ثم قام بكر يتكلم فأحسن له السناء وفي كل مرة يقول أشيروا علي أيها يأخذ بالأسباب لأنهم ما أرادوا نصرتها وما تعاقدوا معه على النصر إلا في المدينة لا خارج المدينة ذلك قال سعد ممعاذ كأنك تعرض بنا قال اللهم نعم نعم هو هذا فقال يا رسول الله كنا أضل قوم فأدان الله بك وثم قال له سل حبل من شئت وقت حبل من شئت وقاتل من شئت واترك من شئت والله لو خدت بنا برك الغمام لكنا معك أو لأخذناه معك أو قال نفس الان نحن صبر في إيش في اللقاء صدق عند القتال صبر في اللقاء يعني إحنا لن ترد أصبر وأجلد مننا ولا ترد أشجع مننا عند اللقاء في ساحة الوغة فصرت أساري لنبي سلم وفرح لنبي سلم جدا ثم مع ذلك لما التقى الصفان قام لنبي سلم يبتهل وهو يعلم أن هذا اليوم هو يوم يوم الفرقان الله تعالى بينا له ذلك ومع ذلك يقوم يأخذ بالسبب لذلك المتهوكون يقولون عن أبي بكر يوم بيوم إيه بيوم الغار فيوم الغار اشتد الأمر على أبي بكر والفزع انتابهوا فقال له يا رسول الله والذي نفس بيدي لو نظر أحدهم تحت قدميه لأيه لرآنا فقال نبي سلم بقلب النطمئن ثابت الراسخ فقال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما شهذا الذي قاله فقالوا هذا القلب الثابت الراسخ كان لأبي بكر يوم إيه يوم بد الناسسلم ارتغف وقام يدعو وأبو بكر ثابت شوف غباء مستحكم وفي الحق الحق في الأمرين كان الكمال لمن للنبي صلى الله عليه وسلم فزع أبو بكر وذهل فقال للمسلم اهدأ إن الله معنا وأنزل الله السكينة عليه وفي بد هو يعلم أنه منتصر لكن يعلم أن تمام الانتصار أن يكون أمام الرحمن عابدا كامل التعبد لله جلال في علاه ولا يكون كامل التعبد إلا أن يكون كامل التوكل ولا يمكن أن يأتي بكمال التوكل إلا بإيش بالعينين بعين القدر وعين وعين الشر فبعين الشر لابد من أن أخذ بالأسباب لأن الله أمر بها ولو لم تكن نافعة في التوكل لما أمر بها أرأيت لما قالوا يا رسول الله أرأيت روقا نسترقي بها و و و و و و وعين أدوية نأخذها للشفاء فقالوا يا رسول الله أتغيروا من قدر الله من شيء فقالوا السلام هي من قدر الله قال هي من قدر الله فالأسباب داخل في قدر الله دل في علاء ذلك أمر بها فأخذ نمسلم السبب ورفع عدا يده الله حتى بشره الله وقام نمسلم لأبي باكر قال أبشر هذا جبريل وبشره بالنصر وبشره أيضا بالنصر لذلك قال وعلى ربهم يتوكلون لذلك نمسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماصا وتروحوا بطانا وهذا الذي كان في الصحابة التوكل على الله كان هذا الذي في الصحابة أبو بكر من تمام التوكل يأتي بكلية ماله يتبرع به أمامنا فيقول له رسوله وسلم ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله ثقة في الله لذلك قالوا التوكل عمق التوكل أساس التوكل أصل التوكل أن تصغ بما في يد الله أشد مما تصغ بما في يدك ورب العزة يعني لو أنتم في مواقف هكذا تجعلون تكتبون على الصبور مثلا كلمات وتضم الحروف ثم ترينها واقعا متجسدا لما لما ترى أنك لو كنت لله كما أحب سيكون لك فوق ما تحب انظر في ذلك وجرب تجد هو المسألة كيفية فقه التعامل مع الله كيفية فقه التعامل مع الله ولكن المعاصي تجعل إنسان يتقاصر عن مثل هذا أو هذه الكمالات فالله عند حصن العبد به قال إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله لذلك قال الله قال النسلم وعلى ربهم يتوكلون فجماعوا لا يسترقون لا يكتبون لا يطيرون أنهم كمل التوكل في قلوبهم لذلك لا حساب عليهم ولا ولا عذاب لأن كمال التوكل يعني كمال التصديق وكمال الصدق مع الله وكمال الصدق بالله وهذا الكمال يصل بالإنسان إلى إلى الندات لأن الله لما أمر بسؤال منكر ونكير في القبر كان لإظهار صدق هذا العبد لما أمر بالنزول في ساحة الواغة كان أيضا لإظهار صدق العبد في عبوضياته اللا جنة في علا ليميز الله الخبيث من الطيب فجعل خبيث بعضه على بعض فألكمه جميعا فجعله في جهنم قال وعلى ربهم يتوكلون ثم قام عكاشة ابن محصن فقال له يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم عكاشة ابن محصن قال أدعو الله أن أكون منهم فقال ابن السلام أنت منهم وفي رغا قال اللهم رعلوا منهم في رغا دعا ممتاز ده صحيح ده يأتي في الفوائد لكن أيها هذا هو شوف تنضبط بهذا لما قال أنت منهم قال الله منهم يقول أنت منهم هذا خبر رضو به الإنشاء يعني أنا أساعد الله أن تكون منهم فخبر رضو به الإنشاء الدعاء أو يمكن أن يقال دعا أولا ثم أخبر عنه أنه منهم وكان وحي من الله في أولا هذا طبعا فيه فضيلة ومنقبة عكاش ابن محصن رضي الله أرضاه أنه توفر في هذه السفات لأنه السلام هنا شهد له أنه يدخل الجنة بغير عذاب ونه سبقة بغير حساب ونه سبقة عذاب لكن في المسألة أمور يعني في هذا الكلام أمور الأمر الأول إذا قلنا فضل الصحابة وفضل إمام الصحابة أنه طلب ذلك إشعبت عنق لما قال سبعون ألف أخنا بغير حساب ونه أعذاب ما فوت على نفس الفرص بل ذهب يدعو الله أن يكون منهم وهذا نظيره عمر بن خطاب رضي الله عنه رضا لما قال سلم لا أعطينا الرأة غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هم جزم بالمحبة الجزم بالمحبة هنا جعلت وحدت بعمر بن خطاب أن يقول اللهم أنا قال وما نزعت وحدا عن إمار إلا في هذا اليوم لشهادة خاصة في صدق المحبة لله ورسوله وأيضا من حب الله له ورسوله وأيضا من همم الصحابة رضا الله عليهم لما ذكر ثمانية أبواب للجنة فقال له أبو بكر هل على أحد من شيء حتى يناد من الأبواب الثمانية على فضل الصحابة وهمة الصحابة وربيعة لما قدم الوضوء للنبي سلم فقال له سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة فقال للنبي سلم إذا نعيني على نفسك بكثرة السجود وفيها أيضا جواز السؤال المؤمن المؤمن الصالح بالدعاء له جواز السؤال بالدعاء له وهذا خلافا لمن يقول بأن هذا السؤال خلاف الأولى خلاف الأولى أو أنا مقروه لماذا قال لأن النبي سلم قال عموما لا تسأل الناس شيئا فكان أبو بكر يقع منه الصوت فلا يسأل الناس أن يأتوه بهذا الصوت قلنا هذا كلام صحيح العموم موجود لا تسأل الناس شيئا هذا العموم موجود لكنه فإن قالوا المسألة للنبي والنبي دعاه مستجاب قلنا الأصل عدم التخصيص الأصل عدم التخصيص بل ورد في حديث فيه ضعف نستأنس به أن السلام قال لعمو الخطاب لما قال إني أذهب أو إني ذاهب إلى العمرة قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك وإن قلنا أن هذا فيه ضعف فالأصل الأصيل في أويس القرن لما قال السلام أويس خير التابعين ثم قال ما رأه منكم فالإيه يعني يطلب منه أن يستغفر أن يستغفر وهذه دلالة وضحة جدا أن السلام أمر بها أو الآن يعني المسألة بعيد هذا الرجل الفاضل هو الذي طلب السؤال من 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 مفضوه عمر الخطوة حتى الرجل تعجب أويس قال له أنا أنت أمير أمين أنا قال نعم نعم إني سمعه سلام يقول كذا وقال فليستغفر له فعكاش بن محصن هذا من الأفاضل من الأمارد الله العالى قد أظهر فضله وصدقه بأنه جمع الله له هذه الثلاثة لا يكتوون لا يتطيرون وعلى ربهم وأيضا لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون الفوائد المستمتة في ختام الحديث الفائدة الأولى فضل الصحابة على الإطلاق فضل الصحابة يعرف من وين فضل الصحابة يعرف من أكثر من وجه من الحديث فضل الصحابة يعرف من أكثر من وجه من الحديث أشغش ممتاز فضل الصحابة يظهر ذلك في التنازل الذي حدث وقالوا من باتوا يخدون يدوكون من هؤلاء الذين يدخلون للجنة بغير حسابهم وانشغالهم في أصله دلال على فضلهم فضلا أن يكون فضلهم أيضا في هذا بإيش فضلا انشغالهم أصالة فضل وفي انشغالهم فضل فوق الفضل إيه هو بالعلو بالعلو هم يسألون لماذا يسألون يريدون أن يكونوا منهم فهم ما يسألون إلا ليتعلموا فيعملوا فيكونوا منهم الفائدة وأيضا بسرعة وأيضا لسه الوريو الثاني فضل وهم أسع ناس يا الخير نعم لكن عكاشة لما طلب نعم يظهرون صحبة النبي السلام لكن هم صحابة لكن هو يقال أنهم صاحبوا النبي السلام ولم يشركوا ولم يشركوا فضل التوحيد هنا يدلم فيها بفضل التوحيد يبقى لنا قبل أن سمحنا تعجلنا الفائدة الأولى لكن نتكلم على أن النبي السلام قام له رجل آخر فقال له ادعوا الله لي أن أكون منهم فقال النبي السلام سابق بها عكاشة وصار مضربة للمسألة الآن سابق بها عكاشة المقصود به يقولون لماذا لم يدعو النبي السلام له لما فهذه لها وجوه ثلاثة بل ممكن نقول وجوه خمسة صحيح الوجوه الثلاثة الوجوه الأول ماشا البداية هذا حصن خلق النسانة في الرد هل نتكلم بقى لما حصن خلق النسانة أنه قال لا لن أدعو لك ما قال ذلك لكنه قال بلطف وتأدب سبقك بها عكاشة والتوجيه الأول أنهذا من المنافقين توجيه الأول أنه كان من المنافقين والمنافق لا يمكن أنزل هذه المنزلة بحال من الأحوال فما أراد رحمة الله أن يباين نفاقه لكن هذا مشكل جدا لماذا بقى مشكل لماذا مشكل هات عين لا 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 ما هو كما قال طال الحجر لا نعم لا ممتاز 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 هو أن أقول المشكلة هنا طبعا لو منافق يبينه من السلام ليحضر الناس منه أنه من السلام يبين أنه أنه من المنافقين ليحضر الناس منه أما أما عتبه الله أنه لم يتبين المنافق من غيره عندما قال عفو الله عن كلمة حتى تبين لك لدينا صدق وتعلم الكاذبين صحيح نعم الأصل في النبي كان لا يبين المنافقين من لقال ذلك يا شيخ بس الله يهديك كيف أنه السلام كان كان يبين المنافقين عندما تقوى عندما حصلت القوة للمسلمين بيانهم كيف يقول الأصل اسمع الخطأ عندك من وجهه الوجه الأول ظهر الآية قال الله ولا لا في علا ملعونين أينما أخذوا يبقى واجب البيان واجب البيان لكن هو المسألة لم يبين كان في ضعف وفي الضعف لم يبين حتى لا يحدث الفرقة تشتت وإلا أبي عبد الله بن وابد نسلول معروف معلومة معلومة النفاق صحيح وأن السلام لم يطبق عليه الحكم من أجل الضعف ضعف المسلمين فقط لكن السلام عليه أن يبين لم يبين لعلاج لم يبين لعلاج فنقول الآن الجلوس هنا أن السلام عليه أن يبين لأن الله عتبه وأنه لم يتبين فعليه أن يتبين وأن يبين طب اللي جعله لا يبين قلنا لضعف المسلمين للعلة الموجودة في أنه قال لا لا يتحدث الناس أن محمد أن يقتل أصحابه تعالى أنا أسألك سؤال واضح صريح قال الرجل اعدل صحيح ولا لا قال اعدل فإنها قسمة فإنها قسمة لا يرد بها أدو الله للفعلات قال عمر دعني أضرب عنق هذا وخالد أيضا دعني أضرب صحيح هل وفقوا على النفاق قال لا لا يتحدث الناس في أنهم ماذا شوفت أنظر في هذا الباب ما هو احنا بنتكلم على الأساس أنه صليم عليه أن يبين إن ورد القوة فهو سكوت النبي ما تقول ش الصال الاصل في النبي صلى يسكت أبدا دع أنت الاصل فيك أنك تبين المنافق لي أحضر المسلمين منهم أو يحضر المسلمون منهم إنما الاصل في النبي أنه لا يبين الفهم بس أصل المسألة بعدين ناقش فهمت يبقى المسألة عن يبين ولا عن يكتم? مش سيبك من كلامي. يعني متكلم من قدل لو النهالك كل ده يبقى من كلام انا مش كلام انا. انت ترى انت ترى بس سيب لمة الان. اصل وبعدين نمشي وراء التأصيل عشان تستفيد. الان الاصل عن يبين او لا يبين. بس هو ده كلام. الاصل يبين او لا يبين? الاصل لا يبين. يبوها لي بقى انتو لعشان انا انا كده جاب من الاصل. نعم هي هتجره معاك. الان السؤال الاصل يبين او لا يبين? هات الاصل او بعدين او ما تكلم. ما تكلمش او اي حاجة. ها? يبين ده الاصل. ده الاصل. الاصل ان يبين. ده اصل التشريع. لابد من البيان. يبقى هنقول ان المستثنى قال لا قال لا يبين. لماذا? لحكم. لحكم. في حكم وعلن. لكن الاصل التبيين. ليس الاصل ان الله يبين. صد? قلت لك المسائل فيها مصالح ومفاسد. وان السلام وراء ان المدينة فيها ما فيها من بتغلي من ايش? من اتباع عبدالله ابن ابي ابن سلول. ولو اعملوا القتل فيها يبقى ايذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخشاه وما يتحاشاه ان الناس سيتحدثون بان ايه? اصحاب محمد يقتل بعضهم بعضا. فتكون منفرة لدخول الناس. الاسلام. هذا هو. لكن الاصل البيان. هذا الاصل. فلذلك ان المسلم لم يبين انه من المنافقين فلم يقول. وطبعا اذا قلنا بان هذا توجيه نعم هذا نوع من التوجيهات التي وجهها العلماء. وان كنا لا نرضاه مطابقا. لا نرضاه لانه مشكل جدا. فالحق اننا نقول لو يعني يعني الاصل انه ما جلس وما سمع. والظاهر انه كان متحورا مع مع المتحورين. فيكون فيرجع الامر على التوجيه الثاني الا وهو ايه منزلة او عمله لا يصل به الى هذه المنزلة. يكون هذا من الاوجة على اساس انه لم يكتمل فيه او لم تكتمل فيه هذه الصفات التي سردها النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيه الثالث وانا عندي هذا هو الاوجة هو الاصاحة والاسد. وهو اننا سلم اراد ان لا يفتح الباب لا احد. اراد ان سلم حسم المادة وسد الزريعة في هذا الباب لانها فيها شهادة بالغيب ليه للرجل الذي يمشي على الارض انه من اهل الجنة فيكون فتنة لبعضهم وايضا يكون المسألة يدخل فيها من لا من ليس اهلها لها فيكون الباب من باب حسم المادة وسد وسد الزريعة في هذا الباب والله تعالى اعلى واعلى لا 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 ليس 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 عليهم شيء ان يعلق قربان بدعاء الله وسلم ليس عليهم شيء ان يعلق قلبه او بدعاء الله وسلم ليس فيها تمت شيء ايه اللي فيها اقول بقى اذا كان متقاعسة لكن لا تعلق اتعلق اتعلق ان توفق على دعاء الصالحين ليس فيها تمت شيء وايلا فهذا باب من من ابواب التوسل الايه المشروع دعاء دعاء الصالحين قال رب اغفر لي ولوهدايا من دخل بيت يا مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزل ظالمين الا تبارة الفائدة الثانية فضل المدارسة والمذاكرة قلت قبل ذلك ثبوت العلم في القلب بايش بالمدارسة والمذاكرة وهذا كان دأب من كان دأب الرعيل الاول ومن جاء بعدهم يتدارسون لذلك عمر الخطاب كان يقول هيا بنا نؤمنوا ساعة ايه لمن ساعة هذا المدارسة والكلام في العلم هي الجلوس مع اهل العلم وهذه من امتع ما يعيشه المر ان يطرح المسائل مع اهل العلم وهتناقشون هذا يدلو بدلو وهذا يأتي بالتأصيل والاخر يأتي بالتفريع والثاني يستدل والثالث يقول لهذا الدليل ليس في محله وهذا بذلك تتفتح الامور ويذبط يعني انت تعلمون ان سبب موت مسلم المناقش يعني السبب الرئيس في موت الامام مسلم كانت المذاكرة جلس مع اهل العلم يتدارسون وكل يدلو بدلو بالاحديث التي عنده فذكر احدهم حديثا لم يكن عنده مين عنده مسلم فاره وشاطه فأتى امر الاهل اتوا بسلة التمر وهو يبحث ويأكل يبحث ويأكل اخر تمرة ظهر فيها الحديث وبعدين مات يعني شوف والله العالم ماء مات والله حتى ايه ظفر بما اراد اخذ اخر تمرة معها الحديث معها الموت تدرج عديد اكل اخر تمرة وراء الحديث وفرح جدا ثم مات بفضل مات على على حسن قاتمة بهذا الباب ويبحث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من وين هذه الفائدة باتوا ياخدون يدوكون من من يعطاها الفائدة الثالثة فضل هذه الامة فضل هذه الامة من وين الحديث فيه كثير فيها كثير اوان فضل هذه الامة من اول الحديث نعم رفع لي سواد عظيم ثم قلت هذا هدي اماتي قال لا هذا موسى وقام ثم قال رفع لي سواد سد الافق ففيها دلالة ان اكثر الاف جنة من هؤلاء وهذه دلالة على فضل هذه الامة ايضا فضل هذه الامة سبعون الاف منها ما في احد يشاركه ولزاك انسان تتكلم على سبعين الاف هذا قال سبعون الاف ان يدخل الجنة بغير حساب ولا سبقت عذاب قال من الباب الايمن لا يشاركه محد فضيلة هذه الامة ثم قال قال واعطاني ربي مع كل الف سبعين الافا يدخلون الجنة هذه دلالة على فضل هذه الامة نعم والحسايا هذه المهمة في حديث عن الخطاب فحسي يا ربي سلاس حسيات بيده فكبرنا وقلنا الله اكبر الله اكبر طبعا وحسيات هذه بيد الله جلالة في علامة واللهم جعلنا من اهل الجنة جميعا يا رب العالمين حسن عطاء الله جلالة في علامة من وين حسن عطاء الله وين ادخل سبعين الفا بغير حساب ولا عذاب ومع السبعين كل مع كل الف سبعين وزيادة ثلاث حسيات جوازوا طلب الدعاء من الغير حسن الخلق من حسن الخلق التأليف التأليف كيف ذلك تأليف القلوب نعم لكن وين هي من وين اين الفائدة ان الانسان لم يرد ان الانسان لم يرد يقول انت لست اهلا ولست منهم وكيف تتجرأ لا قال تأليفا قال سبقك بها اوكاش لا ان لو سبقت انت لكنت ايه دفرت بها لكن هو سبقك وقدر الله قد نفس وهذا من باب حسن الخلق والسلام في التأليف بين القلوب طيب نعم شيخ اه نعم هذا في بداية الذي قال قال لا وهي اصلا الامر الاخر وعدم الرياء لما قال قال اما اني كنت ايش ما كنت في صلاة لما اكن في صلاة خوف الرياء هذا ايضا فضل وفضل ايضا فضل الناس من انتهى الى ما سمع فضل الناس من انتهى الى ما سمع ولذلك الناس يقول كافة بالمري يسمع ان يحدث بكل ايه ما سمع بدأ هدى يا عدوني هدى يا عدوني هداء بدا الصرصرة وقد داع يا عدوني من غير ما يسمع من غير ما يسمع صح هو ان بيسمع كلمة وبعدها بساعة بتنتقل الى خمس شوارع مئة وخمسين كلمة فلما بتنزل بها بعد كده ده عادي الشاهب ده الشاطين بتقرق في اذني هذا حق وده بيحدث كثير بالذات فينا في اخواننا في المصريين عندهم ارحابة سدر في الاستقبال وفي الارسال تستقبل قليلا فمن جود والكرم العمير تعطي كثيرا كلمة ممكن تطلع بعشرة والعشرة بعد ما استقبلها عشرة طلعت كم خمسين وبعدين هذا كرم وجود طبعا حص خلق عالي جدا في هذا الباب لكن السلام قال كفى بالمره اسمان ان يحدث بكل ما سمع فانباتت الكلة الله المستعان يغفر الله الكي باللزر هو من من الكي من الكي من النار يعني اللي هو بيعمل العملية للمعدة هذه اللي هو بيشيل الشعر باللزر يدخل في الكي ها يدخل في الكي يعني معنى ذلك انه لا يكون من السبعين الف لابد ان يتوب ها هاي عملية باللزر تدخل في الكي ها لو ما يعرفش خلاص لو لو يجهل ما ما عرفش لو يجهل خلاص الكلام على الذي يعلم انها كي واستعملها لاحظة بس ها نفس الامر نفس الامر لانها تدخل بالتعديب في النار ما هو الكي اصلا كالتعديب بالنار لا 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 الكلام على الكي فقط هي مسألة هو يعني المسألة هذه حتى لو فعلها مرة يعني لا بد ان يتوب منها ليه لان عمراء بن حسين قال كنت امشي في سكة المدينة فيسلموا علي الملائك تسلم عليه فاكتويتوا فامتنعوا هذا دلال نوع مسألة على كي استعمل كيف امتنع نعم نقول قولي هذا واستغفر الله ري ولكم ورزاكم الله وعنا خير الجزاء شكرا للمشاهدة